سابعين جولتنا الجاية بتكون معاكم إلى جازان اللي تشهد هذه الأيام الجواء الرائعة الأمر اللي زاد من إقبال المتنزيين والزوار على الواجهات البحرية والساحات والحدائق العامة يلتحق بالآن بصوت وصورة الزميل حسن الغزواني أهلا وسهلا فيك يا زميل حسن مساء الخير موسم هطول الأمطار على منطقة جازان الأمطار الموسمية والتي يكثر معها ارتياد مثل هذه المواقع والساحات والحدائق بشكل عام طبعا أمانة منطقة جازان تبدو الجهود هذه الأيام لتهيئة هذه المواقع لاستقبال المتنزيين سواء من داخل المنطقة أو القادمين من خارجها للحديث أكثر عن جهود أمانة منطقة جازان وبلدياتها لتجهيز المواقع السياحية يصرني أن أستضيف الدكتور إبراهيم خياط المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة جازان دكتور نرحب بك عبر شاشة القرار السعودية بودين تعطينا نبذة بسيطة عن جهود الأمانة وبلدياتها في تهيئة هذه المواقع السياحية من الحدائق والحدائق العامة والساحات لاستقبال المتنزيين بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم على استضافة الأمانة في مثل هذه المواضيع الهامة والحقيقة أمانة منطقة جازان تقوم بعديد من التجهيزات ورفع مستوى أعمال التشغيل والصيانة وأعمال النظافة وكذلك أعمال صيانة المسطحات الخضراء والأشجار والشجيرات والمماشي الموجودة داخل هذه المواقع ولله الحمد مثل ما أشرتم الله يحفظكم إلى أن هذه المنطقة حباه الله بطبيعة جغرافية متميزة وحباه الله بتباين في التضاريس كما هو معروف تحتضن محافظة جزر فرسان الجزر الجميلة والخلابة والتي أيضا أزدانت بالعديد من الواجهات البحرية التي سعت فيها وقدمت خدماتها أمانة منطقة جازان وكذلك المناطق الساحلية التي تمتد من الشقيق شمالا إلى الموسم جنوبا والتي تحتوي على أكثر من 12 واجهة بحرية بمساحات مختلفة كما تحتوي أيضا على المناطق الجبلية كذلك العديد من الحدائق والعديد من المتنزهات والتي يبلغ إجماليها ولله الحمد والفضل ثم لدولتنا الرشيدة التي سعت في دعم هذه المشاريع لتقديم خدمة متميزة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطن بلغت 209 حديقة ومنتزة وواجهة بحرية في منطقة جازان ولله الحمد والمنى بمساحة إجمالية أكثر من 6 مليون متر مربع ومساحة مسطحات خضراء أكثر من 3 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء داخل هذه المواقع والمنتزهات والحدائق والمطلات ولله الحمد الآن المنطقة تساهم بشكل وبآخر في زيادة المسطحات الخضراء وفي توسيع الرقعة الخضراء داخل الساحات وداخل الشوارع وداخل الميادين ولا أيضا ننسى أن أعداد الميادين والساحات والملاعب الأطفال أو ملاعب الكبار أيضا داخل الأحياء وداخل القرى أو المدن تجاوزت 200 ملعب بمساحة إجمالية أكثر من 800 ألف متر مربع ولله الحمد شكرا دكتور شكرا لك إذن سادة مشاهدين هذا حديث الدكتور براهيم خياب وكيل أمين منطقة جازان لخدمات وأيضا متحدثا رسمي باسم أمانة منطقة جازان متحدثا عن جهود الأمانة والبلديات في تهيئة الساحات العامة والحدائق والمتنزهات والمطلات السياحية بمنطقة جازان لاستقبال المتنزهين هذه الأيام التي تتزامن مع موسم هطول الأمطار على المنطقة وحاجة الناس والمتنزهين لمثل هذه المواقع السياحية هذا كل ما لدينا من هنا من الكرنش الشمالي بمنطقة جازان